اشتركوا في القناة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي ليلة القدر نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا جميعا معاشر المسلمين والمسلمات التمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي رواية أخرى تحرّوا استخدم كلمة تحرّوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى التماس ليلة القدر فمن وفقه الله عز وجل ليوافقها فكأنه عبد الله أكثر من ثمانين سنة هذا فضل من الله هذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا فالله عز وجل لم يبينها ولم يعينها والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان من أجل الإجتهاد في تحصيلها وتلك حكمة الله عز وجل فلو عينها الله عز وجل أو حددها النبي صلى الله عليه وسلم ربما لتكاسل الكثير مننا واجتهد في تلك الليلة من أجل تحقيقها وموافقتها وتحصيلها ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا التمسوها في العشر الأواخر من رمضان أو في الأوطار يعني في أوطار الليالي ليلة 21 ليلة 23 25 27 29 ولعلها تتغير من عام إلى عام ربما قبل عام كانت في ليلة 21 ربما في هذه السنة تكون فيها 27 ربما في السنة القادمة تكون فيها 25 لا ندري فالمقصد الأساس من إخفائها هو الاجتهاد في الطاعات الاجتهاد في القربات خير من ألف شهر أيها الثانثي ستماثين ربما سبحانه أغدحت دارا ذا شو ذيض ليلة القدر إفريث فلانغ نبي عليه الصلاة والسلام أيضا إفريث فلانغ إلا دل تمسوها في العشر الأواخر من رمضان إذا غنادي الحاديث ويضي الويتر أي غر باش نكوني أني جتاهد ذي سعشر تساكي سنجاروث إن شاء الله ويني وفق ربما سبحانه يوافقها ميلا بنادم يوافقه تسمى السادس أمكن يا أبدا ربي أكثر ثمانيين سنة قدروها العلماء بحوالي ثلاثة بثمانيين سنة وبعض الأشهر حوالي أربعة شهر من زيادة النظم فجي ذي النعمة سي النعمة من ربي سبحانه عز وجل إمتي في الرب سبحانه باش إنه كني أني جتاهد ذي قوسنكي عزيز ذي قوضنكي غلايين ويني وفق ربي سبحانه باش ذي وفق ليلة القدري أما السادس إلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان يثمثا مكتبا غير بس قوسا نوزامي إن شاء الله حصلها هنا ستلويث ونوزرارا يمدي نغور يحصي ماذي سعوث غزين لعمر باش أذي وضرقا فلنغر وفل لاجل دكفوسا ربي سبحانه عز وجل ربي ند ولي كل أجلين كتاب وها ربي ماذي فرص والسنقين أين دي قولان ذقو السنقين رمضان شادي قبل ربي فلون فلنغ ودي فكار بشفا إموضان وقذي بثل ثلاث نيع فوربين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لموافقة هذه الليلة المباركة وما ذلك على الله بعزيز اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آمين آمين والحمد لله رب العالمين